السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا لكلكم في أحسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد الفيديو متاعنا حصري لأول مرة يكون على اليوتيوب اليوم إن شاء الله بيش نشارك معاكم القديد متع لحم رأس الخروف الوصفة هذية من ألذ الوصفات ابنينة برشا ومهيش معروفة على هذيك حبيت نشاركها معاكم في القناة تتوى إن شاء الله جاي عيد الأضحى وعليش ليتحذروها واتذوقوها من ألذ أنواع القديد هو لحم الرأس وجهة اللسان اللي يكون فيها الحم الرأس هذية سبقه ونظفته معاكم وشاركت معاكم طريقة التنظيف بسهولة في القناة وطريقة التقطيع موجودة في فيديو وحدها والقطاع هذو ما أعملت بهم مصلي شاركت معاكم الطريقة أيضا في القناة كيفاش تحذروا المصلي متع رأس العلوش أو الخروف بالنسبة للقديد الوصفة هذية مهيش معروفة بكثرة كيما قلت لكم في بقية البلدين وحتى في تونس لكن القديدة ذي راهو بنين برشا نحضروا بيه الكسكسي في رأس السنة الهجرية إن شاء الله هتعجبكم الوصفة هذية وتجربوها وتوا نتعداوا بش نحضروا القديد وتوا نبدأوا باسم الله لهنا كيما قلت لكم أخذيت الطرف هذية الطرف التحتاني من جهة اللسان والحناك بالنسبة للرأس الخروف يلزمكم تشوتوه سواء تشوتوه الكله على النار أو تنظفوه بالطريقة اللي يسبقوا شاركتها معاكم باستعمال الماء الساخن طريقة سهلة بشا كيكا تقدروا تتحصلوا على كمية باهية من الحم وتنجموا تحضروا الوصفة هذية إذا كان سلختوا الراس راكم صعيب يسر بش نجموا تحضروا القديد لهنا توا كيما تشوفوا بديت أن نشرح فيه بالضبط نفس الطريقة اللي نحضروا بها القديد أقسمت الجهة هذيك على ثنين وبش نبدأ لهنا نشرح فيه كيما تشوفوا هكا نحاولوا الكله يعني نشرحوا بالطريقة هذية بشا كيكا من بعد يدخل فيه الملح وتدخل فيه البهرات اللي بش نستعملوهم تحاولوا تستعملوا سكينة ماضية لهنا توا كيما تشوفوا راني سرعت الفيديو بش ما يكونش الفيديو طويل هذية نفس العملية لهنا تقعدوا تتبعوا بشوية بشوية تحاولوا تخليوه الكله ليسق في بعضه فقط تشرحوه وتحاولوا تجرحوا يعني اللحم الكل بالسكينة بشكيكا يدخل فيه من بعدك البهرات والملح كيما قلت لكم خاصة الملح هذيك هو اللي خليه يصبر مدة طويلة على خاطر كيما قلت لكم في العادرة نحضروا في عيد الأضحى ونطيبوا بيه الكسكسي في الرأس سنة الهجرية وتوى لهنا بعد ما شرحنيه بالكدية بالكدية بش نتعدى والعملية التفويح بش نستعملوا لهنا البهرات اللي بش نقول لكم عليهم لهنا كيما تشوفوا عندي ملعقة متع قهوة من الحجم الصغير بش نحط أول حاجة الملح لهنا استعملت تقريبا ملعقة متع أكل زوز ملعقة متع قهوة من الملح بش ميجينش ملح يعني يكون ملح كتير في نفس الوقت يلزم الملح هو اللي يصبر استعملت نصف ملعقة متع قهوة من الفلفل الأسود وملعقة متع قهوة من الخرقوم اللي هو الكركم نصف ملعقة من زنجبيل نصف ملعقة من الكمون ملعقة متع قهوة من القصبر الشيح اللي هو التابل عندي لهنى الثوم البودرة باش نستعمل ملعقة ونصف الثوم البودرة اذا كان ما عندكمش الثوم هذية تنجموا تستعملوا الثوم العادي ترحيوه يعني جويد تحاولوا تتحنوه ولا تهرسوه وعندي لهنى البصل البصل البودرة استعملت ملعقة على قهوة بالنسبة للبصل اذا كان ما عندكمش البودرة تستغنوا عليه ما تحطوش البصل الاخضر يعني العادي وعندي لهنى الفلفل اللبيض باش نستعمل ربع ملعقة على خاطر حار برشا الفلفل لبيض لكن يعطي طعمة بنينا وعندي لهنا الاكليل اللي هو الازير باش نستعمل لهنا ملعقة متع قهوة وهذي لهنا الحبق باش نستعملوا منه زادة ملعقة متع قهوة لهنا الحاجة اللي ما حطيت هاش ما كانتش متوفرة عندي اللي هي الرند الرند هو ورق موسى اذا كان عندكم تنجموا تاخذوا شوية تهرسوهم بالمهريس ولا تتحنوهم وتحطوهم في الخلطة هذي يعطيوا طعمة بنينا لهنا باش نكمل بملعقة متع قهوة من التحميرة الفلفل الاحمر وتنجموا تستعملوا الحار او الحلو على حسب الذوق متاعكم وكملت لهنا بالخل حطيت ملعقة ونص متع خل لهنا استعملت خل التفاح تستعملوا اي نوعية متع خل عندكم وباش نكملوا بشوية ماء شوية بركة صبيت فقط ما نجم يعني نحل فيه الخليط متاع البهارات نخلطوهم ونبداول هنا توا نخدموا اللحمة متاعنا ماذا بيكم تلبسوا ليقون بشكل اذاك اللفحات ما يسبغوا لكمش في الظوافر متاعكم وفي يديكم وتنجموا تخدموا اللحمة بالقدة بالقدة مليح على خطر لفحات ذوكم الملح رام يلزمهم يدخلوا فكالشقوق لكل همتاع الحم بشكيك تتأكدوا اللي هو يصبر لكم اطول مدة ممكنة ويحافظ يعني على البيانة متاعه ما يفزدلكمش يقعد مزيين الطعمة متاعه كيما تشوفوا لهنا خدمتوا بالقدة بالقدة وباش نحطوه توهدي نشيحوه في الشمس حتى لين يشيح بالقدة بالقدة كيما حاولوا متقصوش قطع صغيرة حاولوا خليوه الكل لسق في بعضه باش في عملية النشرة تكون سهلة كي تحطوه على الشريطة يعني يكون عملية سهلة وان شاء الله توه من بعد ما يشيح على حسب التقص اللي عندكم توه راي الدنيا سخانة يعني ما يخذش وقت طويل في التشيح نهارين ثلاثة يكون حاضر ان شاء الله توه كيف يشيح ونرهولكم كيف يشيكون ولهنة توه بعد ثلاثة ايام انا وقت اللي شيحته كانت الدنيا عندي اشتاء يعني مدة طويلة توا كيف يعني قاعدة نعمل لكم في المونتاج توا الدنيا صيف سخونة ان شاء الله في عيد الاضحة زي ديوتينا في الصيف يعني ما يخذش مدة طويلة في التشيح متاعه هذي هو الشكل النهائي متاعه كيف يشيكون كيما القديد بالضبط لكن الطعم متاعه صدقوني راهوا بنين 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 ومختلفة على القديد العادي الطعم متاعه ابن من القديد العادي اللي نعملوه باللحم نتمنى ان شاء الله الناس اللي ما يعرفوش الوصفة هذي تجربوها في العيد وتكتبولي ان شاء الله رايكم في التعليق والناس اللي يعرفوها اكيد راكم تعرفوا البنة متاحة واخر حاجة انقلكم منودكم ومنشاهيكم ونقولوا الحمد لله الذي اطعامنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافية له ولا مأوي ان شاء الله ربي دوم علينا وعليكم النعمة انتقابلوا ان شاء الله في فيديو اخر اكيد ان شاء الله حذر به الكسكسي ونشاركه معاكم وانقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته